اشتركوا في القناة مع نساء بادرة خير نستضيف وإياكم الأستاذة زهراء أجرار مكنت بأم هاجر أم هاجر الأستاذة زهراء كنحيوك ونشكرك على أنك تحتلنا الفرصة اليوم بهذه المناسبة أننا نستضفوك ومن خلال نستضفو نساء جمعية بادرة خير شكونا يا أم هاجر والدور داخل الجميع السلام عليكم ورحمة الله أولا أم هاجر كسائر نساء كسائر نساء عالميا وكسائر نساء ديال المغربيات وكسائر نساء ديال جمعية نساء بادرة خير الحمد لله على هذا اللطف هذا والحمد لله على هذا المكان نجينا لبعده كان الحمد لله سبحانه وتعالي هذا المناظر الطيبة وكان الحمد لله سبحانه وتعالي على هذا النعمة اللي احنا فيها وهذا المكان اللي كانت واجدوا فيه وكان شكروه هذا الجريدة اللي كانت منه لها التوفيق إن شاء الله هو نساء الله سبحانه وتعالي يوفق الجميع للخير شكرا أم هاجر أم هاجر هي معلمة معلمة في ميدان التعليم ديال محول أميها وميدان التعليم ديال عين متجويد بفضل الله سبحانه وتعالى أم لثلاثة أبناء وساكنة في مدينة أقادير وأصلي أصل قاروي الحمد لله والحمد لله المرأة المغربية هي بحل القاروية بحل اللي في المدينة غير اللي في المدينة خدت الحق ديالها واستطعت تخطى مجالات كثيرة واللي في القاروية احتاية كل ما شاء هذه ما غادش تكون هذه من طبيعة الحال احتاية عندها المكان ديالها والحمد لله وحتى هي عندها الخصوصيات ديالها ما نقولش خصها بزاف خصها غير شوية أما هي إلى جات المدينة غادي تخلينا ديالك البلسة خوية إذن كل مرة في مكينة لو كتأدي الدور ديالها والحمد لله اللي خصها راكت وصلوا للمرأة اللي في المدينة لو كتكمل للمسائيل ديالها والحمد لله مهاجر بالنسبة لبادرة نساء بادرة خير شفنات الحركة ديالكم صراحتان تتليج صدق وكتخليوا صدق وقطع طيب في النفس كتتنقلوا بالزر في القراءة والجبال هذه صدقة تقبلها الله منكم باش كتتمتاز جمعيات بنساء بادرة خير اللي هي جمعية نسوية مئة في المئة واشما كتواجركم صعوبات في التنقلات ديالكم الحمد لله هذا العنوان ديالبادرة خير هو تخطينا والحمد لله على حين البادرة كتكون بادرة من بعد كي يجي العازم وكي يجي التوكل الله سبحانه وتعالى وكي يجي الأمور متاحة وكي يجي الصبر وكي يجي المطابرة يعني احققنا الحمد لله واحد المجال يعني واسع في النتاق ديال النتاق الجمعوي ومساعدة المحتاجين خاصة في القراءة البعيدة المهمشة وهذا الفضل كي يرجع الله سبحانه وتعالى أولا مقابل كل شيء وكي يرجع المجهودات ديال رئيسة ديالنا أسماء العسال وقولنا الحمد لله يعني اللي ما كتدير كتير كتدير قليل وكان نشكره بزاف أسماء معودة نشكرها ما شاء الله عليها يا بالعزيمة ديالها احنا تابعنا واللي قدرنا عليه احنا ما كان بخلوش به على الاسميتو على الجمعية ديالنا فعلا كان الصعوبات كان أي حاجة يبغي الإسان يحقق غير له فيها الصعوبات ولكن بالصبر المطابرة وكذلك بالمساعدة ديالنا شجميع اللي قدروا اللي قدر الصوت ديالنا يوصله همرا ما بخلوش علينا كان نحيوهم من هذا البنبار وكان سؤال الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لهذا الخير هذا أم هاجر اليوم العالمي للمرأة يصادف كل سنة يوم الثامن من مارس بماذا يوحي لك هذا اليوم هي المرأة ديما مرأة والمكانة ديالها مع المرأة هي المرأة المرأة الأعندة المكانة ديالها من بداية الكون والحمد لله والمرأة يبدو تدور ديالها من الزواج ديالها وهي كتعطي والحمد لله لا يوجد شيء مرأة اللي بخلها يعني اللي بخلت هذه المناسبة تحتفل بها أو لا يعني تحس بها الحمد لله يعني في المجال الحضاري المرأة هي المرأة والحمد لله هذا اليوم غير كي يساعد أن نتبان المكانة ديالها أكثر وأكثر ويعرفها المجتمع أكثر وأكثر خاصة من ناحية هذه المسائل هذه المواقف الجمعوية والأعمال والتوظيف كي يبيلونا المكانة اللي قدرت المرأة توصلها والإحتفال ديالهم طبيعي الحل نحن فرحانين به فرحانين بالليوم لأن لكم سيدتي ومن خلالكم لكل النساء الجمعويات عبر العالم شكرا لمشاهدين القرام وللحد اتفاقية مع وجه آخر من الوجوه النسمية لجمعيات فادرة خير سلام عليكم اشتركوا في القناة